السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة على قرارتكم وصفحتكم صاحب الكرة وبسم الله والصراط والسلام على رسول الله خناءة محترفين الزمالك مع الإدارة وتجهيز شكوى جماعية للفيفا ومودست وأمام عشور جاهزين لمباراة السوبر الإفريقي ومفاجأة في أعمار لعب الأهلي يعني بعد ما الأهلي اشترى مودست اللي عنده 35 سنة بقى في مفاجأة في أعمار لعب النادي الأهلي هقولك عليها أستأذنك يا صديق العزيز ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشيرد الفيديو في كل مكان ما تنساش تفعل الجرار عشاني وصلك كل جديد وتعمل اشتراك في خناة اليوتيوب وتعمل فلو صفحة الفيسبوك بدأنا مبارح بوجود شكوى من سامسون أكنيولا محترف نادي الزمالك في مركز الهجوم وقال لك أنا ما بقبطش الراتب بتاعي وعايز الراتب بتاعي وقدم شكوى والمفروض انه هو قدمها لاتحاد الكورة انه هو ليه تقريبا في حدود 160 الف دولار تقريبا وقال لك انه ما خدش فلوسه هيعمل شكوى بعد كده هيصعد اكيد للكاف ومن الكاف للفيفا وطلع بعد كده احد مسؤولي اتحاد الكورة المصري وقالوا لك احنا ما نعرفش اي حاجة عن الشكوى بتاعة سامسون أكنيولا فدي حاجة تاني يعني ايه جميلة جميلة وجديدة يعني سامسون أكنيولا قدم شكوى والتحاد الكورة مفروض انه قدمها لاتحاد الكورة اتحاد الكورة طالع لك ايه لأ احنا ما نعرفش اي حاجة عن الشكوى دي اصلا ماشي ماشي مش مشكلة المهم النهاردة صحينا من النوم لقينا سيف الجزيري كمان ما قدم شكوى ما قدمها في مين في نادي الزمالك ليه عشان ما بيخدش مستحقته طب وبعدين طب ابراهيم انا ضاي طيب عمل ايه طب بقيت المحترفين بتوع الزمالك عملوا ايه قالك محترفين الزمالك تمن ما خدوش فلوسهم واللي اتصرف لهم خمسين في المية من مستحقتهم واللي انا فهمته ان مش كلهم هما اللعيبة المصرية واندي الزمالك المفروض ان هو وعد اللعيبة المحترفة ان في خلال النهاردة بكرة بالكتير يصرف لهم مستحقته اللعيبة المحترفة اتجمعوا باشا لو ما خدناش فلوسنا هنعمل شكوى باشا الشكوى هبعتها لاتحاد الكورة اتحاد الكورة ما خدش قرار هبعت للكاف الكاف ما خدش قرار هبعت للفيفا فغالبا واتمنى ان ده ما يحصلش هنشوف شكوى جديدة رايحة ضد الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية من محترفين نادي الزمالك مجتمعين مجتمعين علشان مستحقتهم ما خدوهاش من كذا شهر واحد يقول لي ما يزبروا شوية يعني هم مش شايفين ظروف الزمالك هقولك هم يزبروا ليه يعني انا مش فاهم يزبروا ليه يعني دول ناس محترفين كأنك انت راجل مثلا شغال في اي بلد عربي ولا شغال في اي بلد برا مرتبك اتأخر عليك شهر واثنين وثلاثة هتبقى انت عادي صباح الفل عادي شركتك بتمر مظروف عادي ده راجل بيشتغل لعيب كورة طبيعي بيشتغل لعيب كورة بياخد عليها اجر الاجر ده هو مستنيه عشان عنده مصاريف ما خدوش راح كلم الادارة يا جماعة انا عايز ام فلوس يا باش انا ملكش ام فلوس دلوقتي يا جماعة تاني عايز فلوسي يا باش امالكش فلوس طب انا هشتكل اتحاد الكورة روح اشتكل اتحاد الكورة فين فلوسي قالك اتحاد الكورة ما شفش شكاوى اصلا لا تكون الشكاوى في الدرج ينهر اسوح هه المهم طب اروح للكاف طب اروح لاتحاد الدولي لكورة القدم الفيفا حقه انا زمال كاوي او غير زمال كاوي بكلمك بمنور دي الله انا لو ما كانوا هعمل ايه هعمل كده وهنا انا انا قاعد انت ليه بتشتغل عشان تاخد فلوس طب انت قعدت شهر ما خدتش اثنين ما خدتش ثلاثة ما خدتش فيه كلام انا مش متأكد من صحته ان فيه لعيبة بقالها اكتر من شهرين وثلاثة واربعة ما خدتش فلوسها يعني ما خلاص مش قادر على مصاريفك محترف ماشي انت مش قادر على مصاريف محترفين ماشيهم مش منظرة قدام الناس وانا حافظت على قوام الفريق قوام الفريق اللي حافظت عليه ما انت محافظ عليه مش لقين يكلوا مش لقين فلوس مش لقين فلوس تصرفوها مش لقين فلوس تتقبضهم اصلا فما انا هنشوف هنشوف ان شاء الله مودست وامام عشور جاهزين لمبارات السوبر كلام قوي جدا جدا يتردد عن ان كولر يفكر جديا في الدفع بمودست في مبارات السوبر القادمة اساسيا وليس احتياطية كده كده مودست خلاص البطاقة الدولية وصلت وهو جاهز للمشاركة مع النادي الاهلي في السوبر الافريقي وجاهز للمشاركة مع النادي الاهلي في البطولات المحلية جميعا وجاهز للمشاركة مع النادي الاهلي في دورة ابطال افريقيا بس بداية من دور المجموعات لن يستطيع مودست المشاركة مع النادي الاهلي في دور ال32 لأن القايمة خلاصت بعد تقايدت لكن يقدر يشارك في المجموعات عادي لعشان بس الناس كتابتقول لك مودست مقدرش يشارك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا م cyclicalполических غير في يناير في الزهب والعودة مفيش قصدي في الخروج المغلوب مفيش الكلام ده مودست يحق له كل الحق أن يشارك مع النادي الاهلي من بداية أول مباراة في مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباراة دوري 32 بإذن الله ففي كلام أن كولر بيبزل قصارى جهده أن يعرف مودست الخطة والتاكتكس والشغل اللي بيشتغل عليه عشان يلعبه أساسي وكان فيه كلام كبير جدا برضه أن إمام عشور هيبدأ أسف خط النص فالمفروض أن تشكيل أسير النادي الأهلي على الكلام ده هتكون محمد الشناوي محمد هاني علي معلول حمد عبد المنعم ياسر إبراهيم مروان عطية أليو ديانج إمام عشور حسين الشحات بيرسيتاو مودست في كلام قوي أن يتم إراحة بيرسيتاو نظرا للمجهود اللي كان عليه أو المجهود اللي عملوا منتخب جنوب أفريقيا ولسه راجع من الصفر وراحة السعودية ولسه محتاج لهم راحة ولسه محتاج يتضرب لكن أعتقد كولر هيبدأ الخطة عادي جدا جدا دي الخطة اللي مفروض نستكلم عنها وجهة نظر أنا بقى إيه كولر هيبدأ إزاي هيبدأ شناوي معلول عبد المنعم وأيضا بكريت محمد هاني وياسر إبراهيم هيلعب بقاليو ديانج وإمام عشور وبرضو أيضا معاه مروان عطية ولكن في الأمام هيلعب بيرسيتاو وإحسان الشحات وكهربا مش هيبدأ بمودست مودست أعتقد بنسبة 90% هيشارك في المباراة حتى لو دقائق قليلة ولكن أعتقد مش هيغمر بيه أساسي مرة واحدة دي وجهة نظر تخيال بقى بعد ما الناس قلت لك الأهلي جايب لعيب 35 سنة وكهربا قرب من 30 سنة ومش عارف إيه وإيه 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 طلع في الآخر بعد كل ده معدل أعمار مهاجمين النادي الأهلي أقل من معدل أعمار مهاجمين نادي الزمالك ونادي بيرامدز معدل أعمار مهاجمين النادي الأهلي 27 سنة معدل أعمار مهاجمي نادي الزمالك 27 ونص معدل أعمار مهاجمي نادي بيرامدز 27 و18 فرغم الصفقة الأهلي قال لك 35 سنة معدل أعمار مهاجمين النادي الأهلي 27 سنة أقل من بيرامدز وأقل من الزمالك بتجيب معدل أعمار إزاي؟ بتجيب الشق الهجومي في الأهلي اللي هم أي حد بيهاجم اللي هو وينج أو سترايكر أو شاري سترايكر أو كلام ده كله وتجيب أعمارهم كلهم وتجمعهم وتقسمهم على عددهم هيدك معدل الأعمار وفي الآخر الأهلي كان بلاعب 35 سنة بس لاعب كان بيتقارن بليفندوفسكي في الدور الألماني وليه فيديوهات على قناة البندز ليجا وهو في مقارنة بين ليفندوفسكي ومودست على مين أفضل مهاجم في الدور الألماني كان مع أخوكم صرايق عمرو عاطل في قناة صفحة صاحب الكورج اشتركوا في فيديو جديد السلام عليكم